كشفت مديرة إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي في الهيئة العامة للبيئة المهندس سميرا الكندري عن خطة جديدة لدى الهيئة لتنظيم المناطق الصناعية فضلا عن وضع آلية تضمن عدم تعطيل المشاريع التنموية في البلاد وحذرت الكندري في لقاء مع القبس الإلكتروني من مغبة عدم تقديم الجهات دراسات المردود البيئي للمشاريع أنتم تعطلون التنمية من خلال عرقالة المشاريع التنموية بحقة تقديم دراسة المردود البيئي كيف تردون على هذا الاتهام فترة من فترات كانت العامة البيئة تلام على تعطيلها لمشاريع التنمية الله الحمد فيه كان مشروع استشاري قامت به الإدارة مع البنك الدولي المشروع استمر تقريبا أربع سنوات لتقييم الأداء في الإدارة وتقييم نظام المردود البيئي في دولة الكويت مثل ما أنت عارف المردود البيئي والمشاريع لها علاقة في جهات عديدة من الدولة لا تقل عن تقريبا ثلاثين جهة هي الجهات القائمة على تنفيذ المشاريع فكان لابد منه أن نشوف لنا آلية واضحة وإجراءات سريمة بخصوص المشاريع وعدم تعطيلها كان ثمار هذا المشروع مع البنك الدولي إصدار نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي لدولة الكويت هناك جهات لا تلتزم بتقديم دراسة المردود البيئي كيف تتصرفون معها؟ أو ما هي العقوبات التي توقع على هذه الجهات؟ طبعا في رقابة دائمة على هذه الجهات اجتماعات تنسيقية مستمرة بالإضافة إلى الضباط القضائيين تابعين للإدارة يقومون بزيارات على طول تفتيشية وحقلية لمواقع المشاريع عند التأكد من التزام بشراطات البيئية بالإضافة إلى طبعا عدم أخما فقط لهي العمل البيئة فيها عقوبات صارمة لا الحمد حي أفرد فصل كامل أو باب كامل في القانون والباب السابع هو بند العقوبات في حال عدم التزام أي جهة حكومية أو قطاع خاص أو مستثمر في عدم تقديم دراسات المردودة بالمشاريع يتم مخالفته وفرض عليه عقوبة 5000 دينار ما هو حجم المشاريع التلموية التي تتعاملون معها سنويا؟ يعني تقريبا خنقل مؤقل من مثلا 50 مشروع تلموي مر علي يمكن من خلال الحصائيات الأخيرة لسنة 2017 يعني هذا المنموم المشاريع الصناعية طبعا مثل ما قلت لك فيه مشاريع صناعية بالإضافة إلى الحرف والإنشطة البسيطة لازم بعد تأخذ موافقة الأهية تقريبا للحصائيات الأخيرة يمكن 800 نشاط مر علي بالصناعي هناك شكوى دائما من تعطيل إنقاذ المعاملات يعني كيف تردون على هذه الشكوى؟ بالعكس يعني يعني سوينا حتى إجراء يعني حطيناه بالقانون وباللوائح إنه فيه إلزام علينا يعني ما أعتقد فيه دولة جهة بدولة الكويت ملزمة نفسها بمراجعة الدراسات خلال 60 يوم عمل يعني إحنا حطينا إلزام علينا باللوائح إنه المفوض الدراسات تراجع خلال 60 يوم عمل هل تفكرون أو هل لديكم يعني توقه لتنفيذ مشاريع الربط الإلكتروني؟ لها الحمد من 2013 بدأنا بالربط الإلكتروني مع الهي عامل الصناعة حاليا الإجراءات الصناعية كلها تينا المصانع والحرف والإنشطة الصناعية عن طريق الربط الإلكتروني بين الهي العامل البيئة والهي عامل الصناعة وتم تفعيلها فما حين الأول شيء طبعا كان هدف منه الإسراع في الإجراءات بالإضافة إلى أن تقليل الورق يعني لها الحمد إنجحت التجربة هذه وإحنا ماشيين عليها يعني حاليا في دراسة قاعد نسويها أن نطبق الإجراءات مع جميع جهات الدولة ماذا عن الرقابة البيئية في إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي؟ لها الحمد بدأت الجهات تتزم في تقليم الدراسات البيئية وتأخذ موفقات البيئية للمشاريع لها الحمد يعني فيه شيء يديد دخلناه بعد على النظام اللي هو تقارير المتابعة البيئية هل لديكم خطة لتنظيم المناطق الصناعية؟ تنظيم المناطق الصناعية ويقعد يأخذ جهد كبير من الإدارة يعني تخيل عندنا تقريبا 13 منطقة صناعية وحرفية بلولت الكويت لا يبدأ من تنظيمها بحيث أن المناطق الثقيلة يعني يتم تصنيفها ذات صناعات الثقيلة ذات تأثير بيئة كبير صناعات الخفيفة حتى داخل المنطقة الصناعية يكون زوننغ بحيث المصانع اللي يكون لها تأثير ما تأثر على السكان في المناطق المتجاورة بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة أو الغذائية داخل المنطقة الصناعية ترجمة نانسي قنقر